مشاكل لا تحصى يعاني منها قطاع التعليم في اليمن بسبب الصراع ولعل أخطر تلك المشاكل هو تجهيل التلاميذ وتدمير مستقبلهم عبر إجبارهم على الانخراط في الميليشيات المسلحة خبراء اجتماعيون يمنيون يحذرون من خطورة تدخل ميليشيا الحوثي في المنظومة التعليمية في البلاد التي قالوا إنها تعمل على بث ثقافة الكراهية باستخدام سلاح الطائفية فضلا عن السلاح الآلي لقد أبا الحوثيين طوال فترة الخمس سنوات التي سيطروا فيها على العاصمة الصنعاء على نشر الفكر الشيعي وزارع بذور الفتنة والطائفية بين المجتمع اليمني ونشر ثقافة الكراهية سياسة ميليشيا الحوثي الممنهجة إزاء العملية التعليمية في اليمن أثارت مخاوف المسؤولين اليمنيين إذ أعرب وكيل وزارة الإعلام اليمني أسامة الشرمي عن قلقه من تغيير الحوثيين للمناهج الدراسية معتبرا إياها خطوة لغسل أدمغة الأطفال لتنشئتهم عسكريا في مسألة تغيير المناهج وتبديلها بالنسبة لطلاب المدارس هي عبارة عن عملية تفخيخ للأجيال القادمة نحن اليوم أمام كابوس ربما لا يتحقق وهو من أن هناك قيل كامل من أطفال أن يتم قسل أدمغتهم وتنشئتهم تنشئات عسكرية وبجانب عمليات التلاعب بالمناهج فإن حرب اليمن خلفت أزمة تعليمية هي الأسوأ في تاريخ اليمن المعاصر وإحدى أثخم الأزمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط بعد سوريا بحسب تقارير الأمم المتحدة حيث وصل عدد التلاميذ المحرومين من مواصلة تعليمهم إلى نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف تلميذ وتعرضت ثلث المدارس في اليمن لأضرار مختلفة نتيجة تعرضها للقصف المباشر أو بسبب استخدامها لأعمال عسكرية كما أدى توقف صرف مرتبات سبعين بالمئة من المعلمين إلى إغلاق آلاف المدارس وتعثر عمل الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية